السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه رب دايما تكونوا بخير عاملوكم النهاردة وصفة ممتازة هنحط النشا مع الخل وهيدينا نتيجة رهيبة النشا مع الخل هيصغرك 20 سنة او الله 20 سنة بعد الفيديو على طول ام ينفذ الوصفة هنجيب طبق ونحط فيهم معلقتين او 3 معلق صغيرين من النشا النشا نشا الدرع العادي وهنحط عليهم خل 3 معالق او 4 معالق من الخل الابيض وصفة رهيبة هتشيل الجلد الميت وهتديك نضارة وتفتيح رهيب من اول مرة هنقلب النشا مع الخل ولو لقينا القوام تقيل هنزود خل كمان علشان نخفف القوام بتاعه هنقلب كويس جدا وندوب النشا في الخل الخل معروف من زمان انه بيشيل الجلد الميت وما بنيجي ناخد حمام بالليفة المغربية لازم نحط على جسمنا خل الخل بيشيل الجلد الميت وبيقشر الجسم والوصفة دي تنفع للجسم كله وتنفع للبشرة وتنفع لأي حاجة منطقة في جسمك عايزة تفتحيها او تقشر الجلد الميت من عليها تماما قلبت هنا كويس ودوبت النشا في الخل هجيب بقى القهوة وهي القهوة طبعا معروفة جدا بتفتحها معلقة كبيرة من القهوة من البن البن العادي البن بتاع القهوة التركي العادي مش النسكة فيه هنقلب كويس كده مع الخل هتحسوا انه حصل تفاعل كده والقوام تقل قوي بصوا عمل ازاي زي الكريمة كده طبعا لو تقل قوي كده مش هينفع يتفرد على البشرة انا هاجي دلوقتي هجرب حتة صغيرة بصوا عمال قوام ويتقل كل مقلب بصوا تقل قوي هنخففه دلوقتي بس انا عايزة وليكوا لما نحطه تقل قوي كده مش هنعرف نستخدمه على ايدينا او على اي منطقة في جسمنا بصوا تقيل جدا حتى ما بيجي افرقه ومش هيتفرق خالص هزود بقى شوية خل كمان وهدوب كويس جدا كل المكونات القهوة والنشا والخل تلت مكونات بس وموجودين في كل بيت ان شاء الله وصفة سهلة جدا وبسيطة وكفاية انها هتشيل الجلد الميت هوريكوا دلوقتي بتستخدم ازاي سواء على البشرة او على الجلد الوصفة دي الوصفات اللي فيها الخل واللمون دي نصيحة كده لكل الوصفات بتاعتي الوصفات اللي فيها خل ولمون نستخدمها مرة واحدة كل اسبوع وبالكتير اوي مرتين انما الوصفات اللي بتكون حليب او بتكون زبادي او بتكون مواد ما بيكونش فيها حمضيات نقدر نستخدمها يوميا او يوم بعد يوم انا هنا دهنت ايدي بالمسك اللي انا عملته ده مسك القهوة والنشا والخل هتدهنيه بقى على جسمك كله بنفس الشكل وتستني لما ينشف ان هنا ما استنيتش لما ينشف خالص لما بينشف وتفرقه كده بينزل كله من على جسمك او وطبعا بيشيل الجلد الميت وانتي بتفرقه كده كأنك عملت سكراب مع انه ما فيوش حاجة خشنة يعني ما فيوش سكر وما فيوش حاجة حبيبات ولكن القهوة بتقول بتقوم بكل العوامل دي وبتخلي الجسم بتديه له تفتيح ونضارة كده وكمان الخل بيشيل الجلد الميت طبعا بتفرقه جسمك لما ينشف تماما علشان يطلع من ايدك بسهولة انا هنا فرقته وما كان لسه ما نشفش كويس بعدها هتشوفي بقى وهتلاحظي الفرق ونعومة جسمك هيبقى عامل ازاي الوصفة ما شاء الله تكفل الجسم كله يلا قوم اعمليه ولو عجبتك الوصفة طبعا ما تنسينيش في اللايك والاشتراك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا